احنا عايزين نعرف برضو السوشال ميديا ازاي في 2020 كان لها سطوة وكان لها دور وكان لها شكل مختلف عن السنوات السابقة هو انا عايز احييك على المقدمة لان هي وفرت كتير جدا من اللي احنا ممكن نبدأ ان نقوله انه احنا كل مدى يعني زي بيقولون بنغرز اكتر يعني لسه انا كاتب تشبيه كده يبدو جمالي وليس عملي لكن احنا شاف ان هو قريب اول حقيق احنا بقينا جوا بطن الحوت يعني كلنا قاعدين جوا السوشال ميديا حتى هؤلاء الرافدين اللي بيحصل عليها مش قادرين يخصموها الموضوع بيزيد ومش في طبعا مش في المجتمع المصري وعلى العربي بس يعني في كل المجتمعات ده بقى حاصل واللي بيحصل في امريكا دليل على كده انا عايز اقولك انه بعض من المتهمين مثلا في قضية اقتحام الكونجرس تم القبض عليهم عن طريق السوشال ميديا انهما بيعملوا تشيكين يعني تشيكين يعني بيعملوا تشيكين انا موجود وراح تعمل جريمة وبتكتب انك موجود فالناس ما بقتش قادرة تفصل ما بين الحقيقة والافتراضي ايه اللي انت تعلنه و ايه اللي انت ده اللي من زود السلبيات يعني احنا بصراحة انا بقى لي اكتر من خمس او ست سنين بتكلم في الموضوع ده وبعمل فينا ادوات وبتكلم فيه في البرامج كنا دائما بنقول هيفضل فيه سلبيات وفيه ايجابيات لا استلبيات بقت اكتر بكتير جدا لدرجة انها كمان بتغطي على الايجابيات يعني ممكن يبقى فيه ترند مهم ومحترم او ترند القضية او جريمة محتاجة الناس تنتبه لها لكن يغط عليه ترند زي بتاعنادي الجزيرة او ترندات تانية زي اللي طبعا احنا من كتر الترندات بقى ننسى ايه اللي حصل من 3 ايام انا وانا جايلك دلوقتي فيه ترند جديد بدأ واحد ومراته مراته حامل وهتولد قريب فعملين حفلة روشانة المجتمع بتاعنا مش متعود عليه او جايبين مطربين وبتاعه فالصور نزلت ان العروس حامل لانها لبس الفستان الفرح فهو دلوقتي بدأ يوضح يا جماعة دي مراتي من سنتين الموضوع بقى محتاج كمان هنا اعادة الكنترول على نفسنا وعلى خصوصيتنا لان قضية ترند دينادي الجزيرة بعيدا عن الاراء المتضربة اللي فيها كان ممكن ما تحصلش لو الصور ما نزلتش يعني انا اهدل حضراتك مثال سريع جدا انا وحضراتك دلوقتي احنا صحاب هنمشي بعد الهوى هنروح نقض في قهوة نشرب شيشة معيني ده ممنوع هو ممنوع كويس او مش ممنوع دلوقتي ممنوع اه هو ممنوع دلوقتي لين نتصور واحنا فرحانين واحد تالت يصورنا وبعدين الواحد التالت ده يروح منزل صورة فحد يلاقي ناس مشاهير او معروفين بيخلفوا القانون والموضوع ينتشر فالموضوع ينقصب الى كده يعني الخصوصية اللي احنا خايفين عليها من الواتس اوب احنا نفسنا بننتهجها فاحنا محتاجين المجتمع يعمل ارتدات لمرحلة ما قبل السفوش البيديو يعني يستخدم التطبيقات ولكن بحرص اكبر انا مش فاهم ليه كلنا حاولنا نعمل ده وفشلنا على فكرة ممكن صراحة يعني ممكن الفشل بالنسبة لنا احنا فشل في الوقت لكن اعتقد ان احنا كناس ورايمين شوية من المجال فاهمين ننشر يوم وننشر شيء اه اه دي قصوية تانية يعني انا انت اهلاي وانا زي ملكاوي انا ما اظنش ان اي حد فينا نشر اي بوست انا محمد او هشام فيه كلمة شتيمة او سبل للنادي التاني ابدا ولكن بتلاقي ناس عادية جدا وناس لها مظائف مدرسين مهندسين اعضاء نوادي بيتبادلوا الشتائم على السوشيال ميديا بدون اي اي راضع وبعدين يقولك ماهم حدش يمسكني وزي ما قلنا حصل مع الفنانين طبعا كتيرا الموضوع ده الموضوع دي مثلا مكسورة بقالها فترة ليه عشان فيه ترندات تانية طلعت عليها اشتركوا في القناة